ينضم إلينا الآن من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي خليل الحلو سيد خليل أهلا بك مع انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان والعراق في عهد ترامب كان مخطط له ولكن الآن صحب القوات الأمريكية من الصومال وفي وقت قصير نسبيا بحلول منتصف يناير المقبل لماذا هذا التسرع؟ أولا هذا التسرع هو لأسباب تتعلق بترامب نفسه فهو يريد أن ينهي ولايته مع تنفيذ كامل الوعود التي قال بها خلال حملته الرئاسية منذ أربع سنوات هذا أولا ولكن جبهة الصومال هي جبهة ضد الإرهاب والأمريكيون لهم قاعدة واحدة شمال موغاديشو وهناك في الصومال الآن سلطة ما زالت ضعيفة ويسندها القوات الأفريقية أخرى قوامها 19 ألف رجل القوات الأمريكية وجودها هناك هو دعم لهذه القوات وهو رأس حربة في محاربة الإرهاب ولكن الجيش الصومالي أصبح له اليوم قوة خاصة من حوالي ألف رجل قوات الداناب إثمهم وطبعا الأمريكيون يساندونهم ويقوم هؤلاء بعمليات ضد حركة الشباب لإضعافها بمثاندة أمريكية وبمعاونة أمريكية ويظهر أن هذه العمليات أصبحت الآن المبادرة فيها بيد هذه القوات الصومالية لذلك يمكن للولايات المتحدة أن تخفف من وجودها في الصومال لتنتشر لإعادة انتشارها الأرجح في قاعدة جيبوتي وفي كينيا ومن هناك يمكنها التدخل في الصومال أما الهدف الاستراتيجي الكبير من خلف سحب هذه القوات فهو رابط أيضا البنتاجون بتخصيص جهده الأشاشي لمواجهة الصين ولمواجهة روسيا وليس فقط لمحاربة الإرهاب الولايات المتحدة تحارب الإرهاب منذ عشرين عاما وبشكل أشاشي هناك من يقول بأن هذه الخطوة قد تقول لها تدعيات خطيرة سيد خليل حتى أن وزارة الدفاع الأمريكية نفسها تؤكد بأن حركة الشباب تشكل تهديد كبير للصومال والمنطقة وما زالت قادرة على مهاجمة المصالح الغربية والشركة في الصومال وشرق إفريقيا هذا صحيح قوات الشباب لها قوة من عشر إلى خمسة عشر ألف رجل وقد طورت تقنياتها القتالية والكمائن والعمليات الإرهابية تطورت كثيرا في هذه المدة وأصبحت خطيرة جدا ولكن كما قلت هذا الانسحاب ليس انسحابا أمريكيا من محاربة الإرهاب إنما اتكال أكبر على الحلفاء داخل الصومال لكي تتفرغ الولايات المتحدة لأهداف استراتيجية أخرى ولو لم يكن للولايات المتحدة ثقة في قوات الدناب التي ذكرتها القوات الخاصة الصومالية لم تكن لنفذت هذا الانسحاب لكن اسمح لي سيد خليل يعني أنت تتحدث عن الألاف خسائر قليلة جدا من عناصر حركة الشباب مقابل تقريبا ألف عنصر من الجيش الصومالي بالتالي هنا سيطرح تساؤل ما الذي سيرثه الرئيس جو بايدن عندما يأتي ويتولى منصبه في نهاية المطاف بالنسبة للأرقام أنا تحدثت عن القوات الخاصة الصومالية إنما هناك أيضا الجيش النظامي الصومالي الذي قوامه يتجاوز 15 ألف رجل وهناك أيضا قوات الحماية الأفريقية المنتشرة في الصومال والتي قوامها 19 ألف رجل والتي تساند السلطة المركزية والتي ساعدت السلطة المركزية في الصومال على إعادة التكوين ذكرت هذه القوات الخاصة لأن هذه القوات الخاصة نخبة هي في محاربة الإرهاب وليست وحدها في هذا المجال أما ماذا يترك للرئيس ترامب لجو بايدن فلا أظن أن الاستراتيجيات ستختلف كثيرا في هذه السياسة الأولوية للولايات المتحدة ما زالت الصين وكيفية مواجهة الصين وكيفية مواجهة التمدد الروسي في أوروبا الشرقية أما محاربة الإرهاب فالولايات المتحدة تريد أن تتابع هذا الأمر ولكن ليس بمفردها إنما بالتعاون مع الحلفاء مثل القوات الخاصة الصومالية والجيش الصومالي والقوات المستركة الإفريقية الموجودة في الصومال وفي الشرق الأوسط شكرا سيد خليل مثلا الحكومة العراقية وقوات سوريا الديمقراطية وغيرها هذه القوى كلها تحارب الإرهاب وليس فقط الولايات المتحدة شكرا لك سيد خليل الحلو الخبير العسكري والاستراتيجي كنت معنا من بيروت